مساء الخير واهلا بكم حلقة جديدة من بوكس تو بوكس الساعة الاخيرة قبل غلق باب القيد الافريقي الاهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز كله بيتصارع من اجل القيد الافريقي فاللي عنده صفقة عايزها تشارك معاه في الادوار الاولى من بطولة افريقيا عليه انه هو يختتمها بكرا عشان بكرا اخر يوم في القيد من هنا الاهلي خلاص في اتنين لعيبة البرازيلي صافيو انضم بشكل رسمي شاد حسين انضم بشكل رسمي ومصطفى ميسي لاعب سيراميكا كيلوباترا اعلن سيراميكا على الموقع بتاعه نهاية رحلة اللعب هنشوف دلوقتي الخبر نهاية رحلة اللعب مصطفى سعد ميسي مع نادي سيراميكا لم يوشر لانه هنتقل للنادي الاهلي زي ما احنا شايفين سيراميكا كيلوباترا يعلن رحيل لعابه مصطفى سعد ميسي ما قالوش رايح فين لكن المؤكد ان هو رايح النادي الاهلي ولا لي بس اعد للإعلان ده رسمان عن هذه الصفقة كمان مصطفى شلبي الاهلي بيخلص الرطوش الاخيرة بتاعته عشان يعلن ايضا بكرة على صفقة مصطفى شلبي عشان الاربعة دول هما اللي هيقيدوا او هما اللي هيقيدوا في القائمة الافريقية الجديدة للنادي الاهلي ناس اجتهدت واشتغلت على القائمة الافريقية المبدئية هنشوف نزلت على اكتر من مكان قالوا القائمة الافريقية المبدئة للنادي الاهلي لسه الزمالك ما ظهرتش لكن في النادي الاهلي بدأت تظهر ملامح القائمة الافريقية وعلى فكرة دي مسألة مهمة جدا لان دول اللي هيشاركوا مع النادي الاهلي في استعادة اللقب من جديد خلونا نقول في حراسة المرمى محمد الشناء وعلي الوطفي مصطفى شبير حمزة علاء خط الدفاع رامي رابع ياسر ابراهيم محمود متولي محمد عبد المنع محمد هانا ايمن اشرف علي معلول رأفة خليل ومحمد اشرف محمد مغرب الكريم فقاد احمد سيد عبدالنبي عمر السلية اكرم توفي محمد محمود حمدي فتحة محمد مجد افش حسين الشحات محمود كهربة طار محمد طار بير سيتاو عمار حمدي احمد عبدالقادر محمد فخري احمد نبيل كوكا وزياد طارق دي المجموعة مع المهاجمين محمد شريف حسام حسن برونو صافيو شادي حسين وحتى الان برضو معاهم احمد سيد غريب الا لو كان في حاجة هتحصل بكرة دي القيمة الافريقية المبدئية اللي الناس متوقعة ان تعلن هيضاف ليهم هل هيضاف ليهم بقى مصطفى ميسي بكرة هيضاف ليهم مصطفى شلبي بكرة المؤكد انه ممكن يضاف مصطفى ميسي ومصطفى شلبي لهذه القيمة كل فريق بيصارع لجل الخلاص من القصة دي الصفقات مش بالكم بقدر ما هي بالكيف نادي الزمالك كمان بيجاء الصفقات ومصطفى الزناري شبه انتقل رسميا لنادي الزمالك هيعلن عنه بكرة كمان عمر جابر شبه انتقل رسميا هيعلن عنه بكرة ايضا وفيه كلام عن نبيل عماد دونجا وفيه كلام عن مهاجم من بنين هنتكلم عنه دلوقتي برضو هيعلن عنه بكرة وفيه كلام عن ان محمود علاء خلاص هينتقل للاهل الاماراتي وفيه كلام تاني تقال بعد ما تقال الاهل الاماراتي ان بيرامدز بقوة بتكلم على محمود علاء وممكن يدخل دمن الصفقة بتاعت عمر جابر ونبيل عماد دونجا وان محمود علاء هو اللي هيقرر النهاردة هيبلغ النادي هل هيروح للاهل الاماراتي ولا هيروح لنادي بيرامدز يعني بيرامدز بالانداء اللي طلبه محمود علاء اللعب البنيني اللي متوقع انه ينتقل لنادي الزمالك او الزمالك خلص معاه ويخلص برقم غريب جدا وفق المعلومات اللي جبناها عليه اسمه سامسون ايكينولا موليد 3 مارس 2000 عنده 22 سنة مولود في مدينة ليجوس النيجيريا لكنه بنيني بيحمل الجنسية من بنين اللي عم انتقل من ليون النيجيري اللي داناياسكا السولوفاكي ثم كاركاس الفنزويلي كلها انتقالات فري يعني لغد سنة 2021 اتنقل من نادي يعني انا قدامه هتقولي كده يا جماعة هقولوك اسمه الانداء دلوقتي بتاعته لان الانتقال كله فري يعني ما تنقلش بفلوس خالص الا الكلام اللي طلع من نادي الزمالك او للتردد او تصرب من نادي الزمالك كان في نادي ليون النيجيري تحته ثم اتنقل لي داناياسكا ده من سوليفينيا في 2019 عارة وبعدين رجع تاني الليون النيجيري وبعدين اتنقل لنادي تاني اسمه سينيكا من سوليفينيا برضو وبعدين راح لنادي كاركاس الفنزويلي بصوا فري ترانسفير بصوا على الفري تانا كله فري 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 كل الانتقالات كانت مجانية وفق الموقع بتاع ترانسفير ماركت ده وصوفة سكور كمان دول اشهر المواقع الاحصائية في العالم بالنسبة لانتقالات اللي عايبين في الدنيا كلها الزمالك اتردد وانا معرفش القصة دي يعني غريبة اتردد انه الزمالك هيدفع فيه مليون ومتين الف دولار مليون ومتين الف دولار اتردد لابل كده انا بريم انا داي فري وبعدين اتقال لها هيدفع فيه تبنمائة الف يورو هل العايب ممكن يبقى فيه في كل الانتقالات دي ويجيب مليون ومتين الف دولار فجأة لنادي الزمالك هنشوف الزمالك في اعلانه هتبقى الامور ماشية ازاي او ماذا يعني هذا الانتقال او الرقم ده يعني الرقم الفلوس ده صحيح ولا لا انضم اللعب زي ما قلتلكم للنادي الفنزويلي في يناير 21 اللي هو بلعب لي دلوقتي الكراكاس بسجل 28 جول صنع 11 في 67 مباراة خط 9 مباريات في كوبا ليبرتادوريس ليبرتادوريس اللي هي البطولة امريكا الجانوبالي الاندية يعني سجل خلالها اربع اهداف ما مسلش منتخب بنين قبل كده وان كان الراجل ضمه بتاع بنين للقايمة بتاعت منتخب بنين بس الشهر ده يعني القايمة بتاعت الشهر ده او في التجمع بتاعتهم بتاعت الشهر ده اسمه اتحط فيه المنتخب اللي هيتجمع ده بالنسبة للأهل فاجئنا احنا من مبارح عارفين انه المدير الفني كولر للنادي الاهلي بيفاضل بين اتنين لعبين الراجل بتاع كولومبيا والجناح بتاع كولومبيا والراجل بتاع جزر الخمر المحترم في بلجيكا ظهر النهاردة لعيب ثالث خالص سويسري اسمه فليب ستوجوفيتش ده موليد 4 ينار 2000 عنده 22 سنة ده المرشحة كولر نفسه ده كل الكورة بيقول ان المهاجم السويسري فليب ستوجوفيتش ده بيدخل ضمن المرشحين للانتقال الى المنادي الاهلي بتوصية من مارسل كولر عنده 22 سنة قمته التسوقية في ترانسفير ماركت مليون و300 ألف يورو بيلعب لسيون السويسري السنة دي لعب 9 ماتشات تسجل 4 اهداف صنع 3 اهداف لعب مع سيون 57 مباراة مقبل المبارياته يعني جاب 17 جول صنع 8 قبل محطة سيون لعب فليب لراوة السويسري سجل 16 جول وصنع 35 مباراة ولعب على فكرة المنتخبات السويسرا للناشئين والشباب لكنه حتى الآن لم يلعب نهائيا للمنتخب الأول أحلى حكمة ممكن تسمعها وتستخدمها في حياتك كل إناء ينضح بما فيه يعني إيه؟ يعني أي إناء لو في عسل وملته على آخره هيدلدأ إيه؟ عسل يبقى ده إناء عسل والإناء لو فيه مياه وحشة هيدلدأ إيه؟ مياه وحشة مش كده برضه فكل إناء ينضح بما فيه لا تعليق بس إحنا اتكلمنا بجد وتصورنا إنه فعلا ناس نادي الزمالك عايز تغير تصورنا كده يعني ولما قلنا إنه بيحتاج نادي الزمالك لنقلة حقيقية تضعه قدام الرعاة وقدام جمهوره حتى ويفخره بيه كل رموز الزمالك كل على فكرة الزمالك ده مليان رموز كتيرة جدا 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 وناس لها قيمة عالية جدا وناس كل الجمهور الزمالكة ويفخر بها جدا في كل حاجة نا نقول للناس هربانة كل النس هربانة من المشاهد السيئة والألفاظ اللي بتتقال داخل نادي الزمالك احنا مش هنعلق خلاص على قصة دي نهائي نتمنى لنادي الزمالك الخير في الآخر ده نتمنى لِنادي الزمالك الخير وخدる الحكما دي كده 日動画 كله إناء ينضحه بما فيه حد دي يقولك دفلان قال قولي يا عمّ Didngg حيلو كده في الوقت اللي أنا شفت المشهد ده لفت نظري خبر نازل في المصر اليوم بيتكلم عن الكابتن محمود الخطيب بص أنا بعمل المقارنة والمقارنة مش أنا اللي أعملها ده المقارنة فرضت نفسها أنه في نفس اليوم اللي فيه كده نزل في مواقع وفي المصر اليوم صورة للكابتن محمود الخطيب ضمن صور لنمازج موجودة مشهورين بيتكلموا عن السلالات البشرية في المنهج بتاع الاعدادية كلام ده لفت نظر الجماعير فواخدين الكابتن محمود الخطيب من ضمن النمازج اللي لما تيجي تتكلم عن السلالة البشرية بص مصدر بالتعليم يكشف حقيقة صور صلاح والخطيب ونوع السلالة بمنهج الشهادة الاعدادية قادة الكابتن محمود الخطيب في منهج الشهادة الاعدادية صورته في منهج الشهادة الاعدادية وده كريستيان رونالدو وده على فكرة أوبرا وينفري اللي هالبوزيعة الشهيرة وده محمد صلاح وده ديد روجبا يعني ناس الحقيقة نمازج ضخمة جدا الصورة دي نازل اهو الاربع اربعتاشر تسعة اتنين وعشرين ساعة اتنين ونص وثلاث دقايير نفس التوقيت اللي كان فيه المؤتمر الصحفي بص دي مش عاجة تسميه مؤتمر صحفي بقى يعني مش عاجة تسميه ايه يعني مؤتمر وخلاص يعني انه مش صحفي مؤتمر صحفي يعني فيه اسئلة واجوبة وفيه بكلام في كل حاجة ويسمح للناس انها تتكلم لكن المؤتمر يعني بتاع نادي الزمالك انما شوف ده وشوف ده دي مقارنة لازم تحطها في زيه انك بعيد عن كونك اهلاوة او زمالكاوي على فكرة الناديين قيمة كبيرة جدا وخد بالك وكلامين الزمالكوية قيمة نادي الزمالك لا تقل باي حال من الاحوال عن نادي الاهل نهائيا في كل حاجة لا تقل عن نادي الاهل لكن الظروف هي اللي عاملة فيه كده والناس اللي بتقود نادي الزمالك محتاجة نادي فوق وتدي نادي الزمالك قيمته الحقيقية فيه حاجات كتير جدا بنبع عارفينها جوا النادي على فكرة وما بنقولهاش وحاجات كتير جدا غلط وما بنقولهاش وبلغات كتير جدا موجودة في النيابة وما بنقولهاش وعندي أوراق كده سبعة تلاف ورق ما بنقولهاش وبنتلعهاش مش لحاجة كل حاجة لايه وقتها على فكرة كل حاجة لايه وقتها بس تقديرا لحاجة واحدة بس جمهور نادي الزمالك وجمال العمومية بتاعت نادي الزمالك بس تقدير لي قوع تفتكروا اللي هو دة ناديكم ده مش ناديكم بجد ده مش ناديكم نادي الزمالك نادي التاريخ وVIDة البطولات ونادي البيض الشيك ونادي الأسماء الرنانة على مدار تاريخه ده نادي الزمالك ده نادي البهوات والبشوات على مدار تاريخه زي زي الاهلي على مدار تاريخه بس أنا بتعملوك المقارنة ليه خليك أنت صاحب شركة وعايز تعلن تعلن فين بعيد عن كونك اهلاوة او زمالكاو هتروح فين يعني هل ممكن تروح نادي شتايم 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 وتجاوزات وحاجاتهم لفت نظري كمان انه مجلس ادارة الزمالك مش موجود النهاردة في المؤتمر معرفش العالي المنى يا خير انا بشوفهمش غير في الاحداث دي يعني هما بيظهروش بالنسبة لي الا في المؤتمرات اللي زي دي بيتحط بيعودوا عالكراسي ترصوا كده عالكراسي فالعالي المنى يا خير انا معرفش مفيش غير الكابتن جمال عبد الحميد واللواء اعلاء مقلت وانا يعني بصراحة كابتن جمال واللواء اعلاء اكبر كتير جدا من هما يعودوا يسمعوا كلام كتير يعني يعني مش عايز اتكلم ولا افتح في المواضيع دي انما هذا قدر على جمهور الزمالك ان يتحمله لكن نادي الزمالك فعلا افضل من كده بكتير شفت المقارنة دي يعني هتولي كده يا جماعة عشاشة تو ويندوز كده هتولي من جوة القاعة بتاعة المؤتمر الصحفي وهتولي المشهد بتاعة الكابتن الخطيب هو موجود في المنهج بتاع الشهادة الاعدادية والتساؤلات الجمهور الاهل طاير بالقصة دي بقولك الكابتن الخطيب ده موجود في المنهج بيضع يعني صورته بتدرس في المنهج دراسي كواحد من السلالات البشرية المنتجة في كل شيء اخلاقيا وقيمة وشيء تفخر به محطوط وسط نمازج مشرف هو الفكرة الدرس ايه السلالة البشرية نجاحها مش مرتبط بان انت ربنا بيخلق واحد كده وواحد كده لا ده بيطلع منين وبتعلم ازاي والارض اللي هو عليها ايه عايش ازاي والسلطه ايه فكلنا بنتورد زي بعض بس ده بيطلع كده وده بيطلع كده وده بيطلع كده فده النموذج اهو بصوا الفرق يعني الحقيقة الحقيقة يعني انا عايز القاع اللي با هو يا جماعة مش اللي برا يعني هل ده معنى ايه يعني يعني ماذا يقصد نادي الزمالك من خلال هذا المؤتمر لما يجبر الموظفين ويجبر الناس والناس دي ناس غلابة وناس طيبة يعني هم بيقولوا هذا الكلام هيعمل ايه اكل عشو في الظروف اللي احنا فيها ده اكل عشو هتقول ايه يعني هتقول لها مش ايلا يعني لها عتاب طبعا الناس دي دول اهلينة كلهم ناس طيبة وناس جميلة بس الناس غلابة في الاخر دول الناس غلابة الكلام ده بيعملوك كده بالامر وناس من برا النادي تيجي وتقعد تطبل وتقعد تعمل وتسوي مش هطول كتير في القصة دي لانه الحقيقة اه قصة انا شايفها يعني ايه اه 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 تقلل تقلل من قيمة نادي الزمالك في كلام لا يزال حتى الان رغم ان احنا جبنا مستندات رسمية اشرفت عليها وزارة الشباب والرياضة رسميا والجهات الرقابية رسميا وبمحاضر رسميا ودخلت النادي رسميا كل حاجة رسمية فيما يخص الهدايا بتاعت المستشار تركي قال الشيخ او الفلوس او كل الكلام ده لكن ليسه برضو الكلام بيتقال لسه حتى الان اصرار الكلام بيتقال عشان كده كابتل محمود الخطيب وفك برضو الاثنشر بيستعد لمخاطبة صندوق تحية مصر علشان خاطئ هم يعلنوا ايه اللي حصل في القصة دي اه ده فيتو الخطيب يستعد لمخاطبة صندوق تحية مصر للاعلان بشكل رسمي عن موقف هدايا تركي قال الشيخ هم اللي يقولوا بقى الهدايا ده راحت فين جات منين حصل ايه فيها ايه بها ايه الراجل طب فيه اكتر من ايه اكتر منه هو المحاضر ظهرت والوزارة نفسها يعني وزارة شابه الرياضة راحت فتشت على الاهلي وزارة شابه الرياضة راحت فتشت على الزمالك حلو وزارة شابه الرياضة قالت الاهلي بريء معندوش مشكلة وقالت الزمالك مدان واوقفت مجلسه سنة لو تتذكروا وحتى الان المخالفات موجودة في النيابة مش هنخوض في القصة دي دلوقتي لما لف قد كده ورغم كده بيخرج من الزمالك الكلام على الاهلي اللي هو اتبرق والاهلي اللي اتبرق لا يتحدث عن الزمالك اللازق دين يعني يعني انه عقل او انه منطق ممكن يتكلف في القصة دي يعني خليني بقى الازمة اللي بين الزمالك وفارقه لسه شغالة على محمد صبح فارقه مصر على انه ليه حق في الحارس محمد صبح وفارقه بيقول انا التزمت بصورة العقد والبند لو تجيبوه لنا تاني بتاع محمد صبح قبل ما اقول الخبر ده شوفوا لي كده البند ده تاني كان مبارح زعناء هم مصرين على ان اللي هم حق وهم قالوا انهما خطوا نادي الزمالك في الموعدة المحدد وقالوله احنا هنفعل بند الشراء الزمالك خد منحة مختلف قالك كلمة فعل بند الشراء مش معناه انك اشتريت لازم تحول للفلوس المهند العادي ما بيقولش ان الفلوس تتحول يوم تلاتين تمانية مثلا يعني الحاجة التانية اللي الزمالك بدأ يلعب بيها انه يقولك خد بالك ان العقد اللي انت عملته مع محمد صبحي كان وقت اللجنة بتاعت الكابتن حسين لبيب يا نهاري سود دي فاهمش فيه هنالعب في كده قالك لأ دي لجنة معينة بقرار من الوزير ماشي برضو مش فيهامين المشكلة لأ دا لو رحت تشاكت للفيفا وجابه العقد اللي بين فارقه والزمالك اللي كان في عهد الكابتن حسين لبيب يقولك طب و دول مين بتقوله دي لجنة معينة يان هاري سود معينة ملعينة الوزير ايه دا تدخل حكومي امسك الناس دي اه والله العظيم فاعرفش يعني الكلام دا بيتمه مخاطبة مين بيه يعني فيه عقول عند البشر طب هو مجلس الزمالك اللي ميشي وجي مكانه اللجنة الاولانية بتاعت اللي هو عماد وبعدين تجي بعدين اللجنة بتاعت الكابتن حسين لبيب ميشي ليه نتيجة مخالفات مالية طب هل يحق للوزير وفق القانون بتاع الرياضة ان يحل اي مجلس لمخالفات مالية اه يحق للوزير اه يحق للوزير وعلى فكرة مجلس الزمالك لما ميشي السنة اللي توقفها دي ما رجع بحكم محكامة ما رجعش لانه بريء من المخالفات لا دا المحكامة قالت النيابة شغالة في حالها فترة سنة طالما النيابة مطلعتش قرار فالمجلس يرجع او الناس ترجع او اللجنة دورها ينتهي لغة ما النيابة تقرر تعمل ايه بلانة على كده الوزير خد القرار لكن هل بر الناس مجلس الزمالك اللي توقف من الاتهامات اللي موجودة في النيابة لا حتى الان التعيقات شغالة حتى هذه اللحظة ولما تشوفوا الورق والكلام اللي موجود فيه الورق الرسمي كل الناس قالت حاجات اجتهدات لكن الورق الرسمي اللي عندنا حاجات مش ممكن مش بس تقديرا لمكانة الزمالك وللجامعية العمومية المحترمة بتاعة نادي الزمالك والجمهور المحترمة بتاعة نادي الزمالك لغة دلوقتي ما طلعناهوش توقع اي حاجة في الورق من اول اللعيبة والصمصرة والحوادث لغايد الدبوس كل حاجة موجودة في الورق لكن احنا حتى الان مش هنقلع عن اي حاجة في الكلام ده تركيب النيابة تقوم بدورها الرقابي في القصة دي ايه دي البند اللي بتكلم عليه تاني هعيده لكم فاركو اتفق الاطراف الثلاثة الطرف الاول هو نادي الزمالك عشان تعرفوا الاطراف الثلاثة الثاني نادي فاركو الثالث محمد صبحي على الان يحقل الطرف الثاني في نهاية الموسم 21-22 الاحتفاظ باللعب الطرف الثالث بصفة نهية ذلك مقابل مبلغ وقدره 20 مليون جنيه مصري شامل قيمة الضريبة المضافة بشرط اختار الطرف الاول كتابيا خلال سبعة ايام من انتهى الموسم 21-22 فاركو قالك انا بعدت النادي الزمالك في الفترة دي وبعدت صورة الشيك خد بالك لان انا ممكن اعبعد اصل الشيك ومدبصت لأيه اللي الفلوس بتاخدت والودي بتاخد هعمل ايه طيب هما كانوا شامين ان في حاجة بتحصل مش مظبوطة هما كانوا حاسين فبعدوا صورة الشيك اسبتها اللي حصت ان هي ان الفلوس جاهزة هي والاختار بتفعيل عقد الشراء واللي حسوا حصل في حاجة حصل رد الزمالك وقالك ايه يا فاركو لو رحت الفي فانت بتعمل كده مشكلة لمصر دخلون في مصر يعني اتوافق ان صبح يروح الزمالك يا انت بتعمل مشكلة لمصر ايه بقى المشكلة بتاعت مصر قالك لو عاوزين توقفوا النشاط في مصر اتكلموا تاني في موضوع محمد صبحي ده قرار 24 نقلا عن تصريحات لرئيس النادي يعني محمد صبحي حقه القانوني ان يستمر في نادي الزمالك يستمر في نادي الزمالك قدش يقدر يتكلم بالعكس احنا بنشيد بالحارس وبنقول مستقبل حراسة المرمى في الزمالك دي فاركو شايف ان ليه حق يلجأ للفيفا حقه مش كل واحد يا جماعة بيلجأ متى ما بيلجأ للطرق والصبل القانونية باحترام حقه ببالة تعاملت المحاكم ليه وتعاملت لجان الانضباط ليه وتعاملت المؤسسات واللهيئات واللوايح ليه والقوانين اتعاملت ليه مش عشان لو فيه اختلاف بين طرفين لو فيه اختلاف بين طرفين فيه جهة تفصل هو ممضوع عباس الفلوس بتاعته دي مش فيه جهة فصلت خدها قبل كده هو عنوى ممضوع عباس خدها قبل كده القضي اللي حكمله والمحكمة اللي حكمت الحكم الاول والتاني والنهائي وكل الكلام ده والحاجزة على الحسابات مش الكلام ده كمانا حكام قضايا ولا صحيح منهم يا له يا بنك مصر احجز على الفلوس لو سمحت بتقول له حاضر يا فاندي احجز مفيش عقى اسمايا كده مفي عقى اسمايا كده ايه الكلام الي بتقيل ده هو احنا بنحترم اللوايح والقوانين والجهات اللي بتاعكم لما تكون الاحكام ليه صالحنا ولنا احترم الاحكام الاجهات دي لما تكون مش لصالحنا يعني بصو كده في الاحكام لما تبقى في الصالح قد ايه الناس جامدة جدا والناس فير والعدالة الطاغية واول ما الحكم يبقى مش فصل حج ايه ده بصوا ده غلط إزاي مين بيحمل ممضوع عباس مين بيحمل معرفش مين مين بيعمل إيه يعني كل الكلام ده فيك مش هنتكلم عنه دمما في الآخر نادي الزمالك الحقيقة محتاج تعديل في منهجه نادي الزمالك محتاج تعديل في منهجه عشان حتى الجمهور تكتمل فرحاته سبك أنا مش هكلمكم في تفاصيل جوة الفرقة يعني أنا عندي معلومات إن الفرقة ماخدتش فلوس الدور الغد دلوقتي مكافة الدور عندي معلومات إن الجهاز الفني من الدور اللي فات مش هتقال إن حسين لبيب ولجنته ما تفعتش المكافئات لغاية النهاردة الجهاز الفني خصوصا الطب والإدارة لغاية النهاردة لغاية النهاردة دور كارتيرون بتاع 20-21 ما خدوش المكافئات لغاية النهاردة وأنا بقول لك أهو باتحدة بفي تفاصيل كتير لغاية النهاردة ما خدوش المكافئات بتاعته والناس ضجت وتعبت واشتاكت وزاقت اتقال لهم روحوا لعابوا ماتش قطر حنوزع لكم المليون دولار في الآخر قال لك المليون دولار حنديهم لدار أيتام طب ده كلام يتقل طب بالزمة ده كلام يتقل إحنا بستانين موافقة الوزير علشان خاطر وروني يا جماعة كده إزا مالك سيتبرع بمليون دولار قيمة مكافئة سوبر لوسيل اللي صالح ده بأيتام في قطر ده كلام يتقل مش كاس لوسيل ده شرف مش كاس لوسيل ده من بطل الدوري المصري والسعودي مش كاس لوسيل ده حاجة جمدة جدا وفعلا حاجة جمدة جدا هل ده كلام يتقل وتقل لعاب المليون دولار احوزحها عليكم مفيش ايه حاجة خالص خدوها ده فيه لعيب كان بيقول لي مبارح يا أستاذ محمد تخيل احنا واخدين في الأربعة تيام بوكت ماني 100 دولار 105 دولار بالزبط يا لعيب دولي بقيمة وقيمة وسيمة وكل حاجة بياخد في اليوم 35 دولار بوكت ماني في نجال قهوة في اللوبي تحت خلاص صرف البوكت ماني بتاعه فتفاصيل كتير ممكن نقعد نتكلم ممكن نقعد نتكلم وحواديث كتير ممكن نقعد نتكلم ممدرداش نتكلم عنه بص انا قلتلك اقل حاجات يعني لكن تقديرا لجمهور الزماني مش هنتكلم اكتر من كده خلوني اطلع نتابع تقرير اهلا بكم من جديد كان لفت نظرنا من كام يوم وكنا نقلنا ده على شاشة اي تي سي في بوكس تو بوكس جريدة التايمز البريطانية كانت اعلنت تقرير او نشر التقرير عن فكرة بين مصر والسعودية واليونان هيتقدموا بملف الاستضافة كاس العالم 20-30 وقتها حللنا هذا الكلام هقدامنا اهو في التايمز وحللنا هذا الكلام وقلنا انه دي هتبقى حاجة قوية جدا لان مصر في النهاية بتمثل القارة الافريقية السعودية بتمثل القارة الاسيوية وكمان اليونان طبعا عودوا في الاتحاد الاوروبي وتمثل ايضا القارة الاوروبية فربما يكون ده ملف من اقوى الملفات اللي هتقدم لاستضافة كاس العالم 20-30 وعرفين ان الاتجاه الفترة الجاني كاس العالم اللي جايه حيبها في امريكا ومعها اعتقد كندا والمكسيك كاس العالم حتى فيه فكرة انه تشيلي تستضيفه مع دولتين تانين في امريكا الجنوبية اللي هو 20-30 مع الارجنتين مع اكتر من دولة ففيه فكرة انه الاكتر من دولة تستضيف كاس العالم ميزة الفكرة اللي الحقيقة اعلنها في التايمز كاتب الصحفي العزيز مارتن زيجلر وهو من الناس الحقيقة اللي عندهم بصداقية كبيرة جدا على مستوى الصحافة في التايمز جريدة طبعا كبيرة على مستوى العالم والراجل الحقيقة يعني بيمتاز بالبصداقية الكبيرة وهو رئيس قسم المرسلين الرياضين في التايمز والراجل قال انه مصر مع السعودية مع اليونان حيستضيف هذا الملف قلنا مصر قارة افريقيا عدد اصوات ضخمة جدا في الفيفا اسي عدد اصوات ضخمة جدا في الفيفا اليونان حيكون لها طبعا دول حتنحازل الملف بتاعها فكرة قوية جدا هيا انا بساعدني يكون معايا عبر زوم من انجلترا من لندن الزميل الصحفي مارتن زيجلر برحب به طبعا على شاشة اي تي سي وبرنابك بوكس تو بوكس مستر مارتن اهلا بيك احنا سعداء بالاستضافة دي وعايز اقولك انا في الاصل صحفي كده زيك وفي مؤسسة كبيرة الاهرام وكنت لغات قريب رئيس تحرير مجلة كبيرة على مستوى الشرق الاوسط الاهرام الرياضي وكنت كمان رئيس ربطت انه قادر يضين في مصر فيعني حنفسك انا الوقتي في العشاشة ان شاء الله طيب الاول انا كمتابع لقيت التقرير اللي نوشر في التايمز ان مصر مع السعودية مع اليونان هيتقدموا بملفز اضافة كأس العالم 20-30 انت كراجل محايد شايف الفكرة دي ازاي والحصوص بتاعتها ايه هذا الخبر في الحقيقة عندما ظهر اول مرة ظهر في مصر الشهر الماضي وتقريبا في اول شهر اغسطس وما افهمه الان هو ان المملكة العربية السعودية تعد للاعلان الكامل عن هذا الموضوع وايضا هذا سيكون قبل كأس العالم في قطر ربما خلال الاسابيع المقبلة سنرى شيئا رسميا وانا اعتقد ان هذا هو عرض قوي جدا لانه لديه ثلاثة اتحادات قرية تشترك معا واعتقد انه سيكون هناك مساندة سياسية في الاتحاد الدولي لكرة القدم مما يجعل هذا العرض قويا انت كبسعة في انجليزي كيف ترى هذا الملف يعني ترى حظوظه ازاي هل تنحزلو يعني لا استطيع ان اقول انني ادعم اي ملف من الملفات لانني احاول ان اتعامل مع كل الملفات بشكل متساوي لان كل ملف له خصائصه وله مميزاته ولكن احد اهم نقاط في هذا العرض هو ان يكون كأس العالم في دولة افريقية في مصر وهي المرة الاولى منذ جنوب افريقيا عام 2010 وهذه نقطة قوية جدا في هذا الملف هل ترى سيكون الملف الاقوى يعني احنا سمعنا او علمنا ان ايضا في امريكا الجنوبية بيستعدوا لتقديم ملف سلاسي ايضا الارجنتين وتشيلي واورجوي وفي اسبانيا والبرتغال في اوروبا ايضا يعني هناك تلميحات بتقدمهم لملف مشترك اعتقد ان المنافسة الاكبر ستكون من اسبانيا والبرتغال لان الاتحاد الاوروبي يؤيد هذا تماما ولان الدور على اوروبا في استضافة كأس العالم اعتقد انهم ليسوا سعداء بان اليونان ستتقدم مع المملكة العربية السعودية ومصر في هذا العرض اما في امريكا الجنوبية فالنقطة الاكبر هي انه منذ كان مرة مئة عام منذ اقامة كأس العام الاولى في اوروباي عام 1930 واعتقد انهم يريدون ان يحتفلوا بالمرور مئة عام ولكن الدعم السياسي اعتقد انه سيجعل الامر كمنافسة قوية بين اسبانيا والبرتغال من ناحية واسم المملكة العربية السعودية ومصر واليونان من ناحية اخرى مارتن عندك فكرة عن البنية الاساسية بالنسبة لمصر والسعودية الاستادات والانتقالات والفنادق يعني زرت مصر او السعودية قبل كده وشفت بنفسك لم ازر اي من هذه الدول ولكن انا زرت اليونان واعتقد ان هناك حاليا في يوجد قيد البناء حاليا في مصر وايضا المملكة العربية السعودية والاعتقد ان الدول الثلاثة سيكون لديها منشآت اكبر لاستضافة كأس العالم ومدى ما افهمه هو ان المملكة العربية السعودية جاهزة لتحمل تكاليف كثيرة من لمعظم هذه الاشياء انا هقولك معلومات يعني مهمة في الشأن ده وانا انتظرك يعني ضيف عزيزة على مصر لتطلع بنفسك على المنشآت اللي موجودة في مصر احنا بنمتلك عدد كبير من المنشآت الرياضية والاستادات القوية اللي تستطيع استضافة يعني منديال العالم وتستضيف بطولة ضخمة زي كاس العالم ومصر يعني اكتر دولة بتستضيف بطولة امم افريقيا على مستوى قارة الصمراء وبتنتهي في تنظيمة بنجاح شديد انا متأكد من هذا واعرفه جيدا ومصر لديها سجل يجعل الجميع فخور بما تفعله وايضا اليونان لابد ان اتحدث عن اليونان والمملكة العربية السعودية اللي تاني يجب ان يكون لديهم استثمارات كبيرة في هذا السياق اعتقد ان ان شاء الله الملف ده يعني هيكون قوي جدا وانا بقول للجانب الاوروبي او الغرب يعني ان تمت الاصدافة فعلا في التلات دول لا تقلقوا ان شاء الله هيكون يعني على قدر هذا المنديال الضخم هل عندك فكرة عن المعلومات عن مصير منتخب الاكوادور وما اوشي عنه مؤخرا باحتمالات استبعاده من كاس العالم في قطر انا اعرف ان لجنة الاستناف في الفيفا ستعقد جلسة استماع غدا يوم الخميس في هذا الادعاء الذي تقدم به دولة تشيلي وبشأن اشراك الاكوادور للاعب لا يصح ان يلعب في الفريق ولكن انا اعتقد ان الامور لن تسير عكس الاتجاه لان الاكوادور كانت تلعب بشكل طبيعي وشفاف منذ البداية لان هذا اللاعب اتى الى هذه الدولة كمهاجر غير شرعي وربما تم تهريبه الى الاكوادور وتم اعطاء جوى السفر مزور من احد المهربين وكان صغيرا جدا في هذا الوقت ولكن منذ ذلك الوقت عاش عوام طويلة جدا في الاكوادور وحصل على جوى السفر رسمي من خلال القنوات الرسمية وبالتالي اعتقد ان هذا الشيء سيرضي لجنة الاستناف في الفيفا وسأكون مندهش جدا اذا تم اقصاء الاكوادور لان الاكوادور لم تفعل شيئا انت تتوقع استمرار الاكوادور في المونديال نعم نعم وانا ايضا ارى ان الاحتمالات هو انها ستحتفظ بمكانها وستشارك في مباريات كأس العالم وستواجه قطر في كأس العالم مرت في حالة انه حصل القرار الاخر وتم استبعاد الاكوادور هل تعرف الالية اللي بناءنا عليها حيتم اختيار المنتخب البديل هناك احتمالا وهذا يعتمد على على الغاء كل نتائج التصفيات في الاكوادور او ان يتم الغاء المباريات التي شارك فيها كاستيو اللاعب صاحب المشكلة واذا حدث هذا فان البيرو دولة فريق بيرو هو من سيتأهل وهذا شيء موضوع وهذا موضوع اخر يجب على لجنة الاستنافل في فا ان تتعامل معه مارتن في الدور الانجليزي تعلم اكيد ان محمد صلاح مصري وايقونة مصرية في كرة القدم كيف يرى مارتن زيجلر محمد صلاح في الدور الانجليزي هو ليس ايقونة في مصر فقط ولكنه ايقونة في ليفر بول ايضا وهذا الشيء مؤكد وفي الدور الانجليزي تم اختياره كلاعب الموسم افضل لاعب في الموسم وهذا في الموسم الماضي ربما هذا الموسم ليفر بول بدأ بداية هادئة هادئة ومخيبة للامال ولكن بدأوا يعودون مرة اخرى لم نشاهد افضل اداء محمد صلاح حتى الان نعم فازوا على بورنموث بتسعة اهداف ولكن محمد صلاح لم يسجل ولكنه اعطى تمريرات حاسمة بالامس سجل هدفا حاسما في دوري ابطال اوروبا ربما لعبين مثل محمد صلاح كل ما يريدونه هو هدف واحد لكي يعودوا الى سياقهم او مسارهم الطبيعي هل فجئت بتجديد محمد صلاح للتعاقد مع ليفر بول كنت متوقع يلعب في مكان اخر ولا كنت يعني واثق من استمرار صلاح مع ليفر بول لما تفاجأ لانه شديد الاهمية لليفر بول وسيفعل اي شيء للحفاظ على صلاحه وبالتأكيد صلاح يبدو انه سعيد جدا هناك لان مشجع ليفر بول يحبونه كثيرا واذا تحدثنا عن كونه بطلا في مدينة ما ثم يبدأ من البداية في مكان اخر لا محمد صلاح هو الرجل الاول في ليفر بول منذ انضمامه واعتقد انه من شيء منطقي جدا للنادي وللعب ان يحتفظ بهذه الشراكة مارتن يعني هل تتظن ان محمد صلاح لا يزال عنده حظوظ للمنافسة على الكرة الذهبية كافضل لاعب في العالم سواء السنوات المقبلة في ظل ظهور لاعبين بقوة دائما الامر صعب ان تحكم بمن سيفوز بالكرة الذهبية صلاح دائما مرشح لكي يكون افضل لاعب في الدور الانجليزي الكرة الذهبية يمكن ان تكون اكثر صعوبة لانها في معظم الاحيان تذهب الى من لاعب الفازي الذي فاز بكأس العالم او دوري ابطال اوروبا اعتقد ان لديه فرصة بالتأكيد ولكن لا ينستطيع ان نقول ان هناك مرشح بعينه هل فوجئت ايضا بمستوى هالند مع مانشستر سيتي وانفجاره بعدد ضخم من الاهداف اخرها اليوم امام دور تومونت منذ دقائق هدف الفوز في الدقائق الاخيرة كلنا توقعنا هذا ان حالند سيكون له تأثير آني بمجرد دخوله لانه كان له بصمة كبيرة في البوندزليج الدوري الالماني وكان يحرز طبقا للاحصايات هدف في كل مباراة واعتقد ان هذا التأثير قد حدث بالفعل وكل تفاجأ بهذا المستوى هاتريك في اسبوع ثم اعتلاه هاتريك اخر وفي دوري ابطال اوروبا هذا الرجل لا يصدق هو مهاجم هو مهاجم بطبعه هو من ينهي الهجمات هو لا يخلق اللعب ليس مثل صلاح ولكنه هداف من الطراز الاول مارتن ما انتو شجع في الدورة الانجليزية انا اشجع ارسنر من النني محمد النني رأيك في اداؤه محمد النني فان مشجع ارسنر يحبون النني لانه يعطي كل ما لديه في الملعب كل مرة ينزل للملعب يعطي كل ما لديه ويحاول بقوة ولعب لديه طاقة كبيرة ويجري كثيرا ويستخلص الكرات ولديه مهارات جيدة جدا ولكن من الواقب ان نقول انه اذا لم اذا كان توماس بارتي غير جاهز سيكون ارسنر محمد انني هو الافضل لان توماس بارتي ربما هو افضل مدافع خط وسط ربما من وجهة نظري وكنني اتمنى مع شفائه ان ياخذ فرص اكبر لماذا نشعر بالتعتيم على اصابته وهل تعلم اصابته تحديدا محمد انني للاسف لا اعرف التفاصيل الاصابة لم اتابع هذا تحديدا ولا تابعته عن قرب مارتن هل هذا ده الموسم الاخير لكريستيان رونالدو في الدورة الانجليزي اعتقد هذا وكان يريد ان يغادر في الانتقالات الصيفية ولكن الامر كان صعبا ولكن الامر صعبا بسبب راتبه ليس كل الاندية تستطيع ان تدفع راتبه والموقف الان هو عليه ان يكون موجودا في مانشستر يونايتد ولكن مع انتهاء عقده في نهاية الموسم هو سيكون لعب حر ومن الممكن ان ينتقل الى اي مكان اخر ها يستمر في اللعب بعد الموسم تتوقع ولا ممكن ينهي حياته في نهاية هذا الموسم في ملعب كرة القدم هذا يعتمد على ما سيحدث في كأس العالم بالتأكيد اذا نجح اللي نرى وكيف سيصير الموسم وحالته البدنية رائعة جدا هو يحب اللعب ويسجل عديد من الاهداف اعتقد العام الماضي او الموسم الماضي سجل ثمانية عشر هدفا اعتقد انه سيستمر ليس ربما ليس في البريمير ليج دور الانجليز الممتاز ولكن ربما في مكان اخر اخيرا مارتن كان في نجوم من مصر لعبة في الدور الانجليزي احمد حسام ميدو عمر زاكي محمود تريزيجي حسام غالي احمد محمدي احمد حجازي هل كيف ترى تجارب هؤلاء في الدور الانجليزي شيء الشديد الاهمية ان يكتسب اللاعبين خبرات كبيرة من الدور الانجليزي ننظر الى سرعة اللاعبين سرعة اللاعب طبيعة الحالة البدنية لللاعب في انجلترا اختلف عن اسبانيا او ايطاليا او فرنسا وهو اللاعب في الدور الانجليزي يساعد في تطوير مستوى اللاعب والتطور مستوى اللاعب ينعكس على فريقه الوطني واذا انتقل الى نادي اخر سيكون وصل الى مستوى جيد الدور الانجليزي يثري تجربة اي لعب واعتقد ان اللاعبين المصريين الذين لعبوا في الدور الانجليزي واللعبوا مع دولهم بالفعل اضافوا الى المنتخب الوطني ومن الجيد ان تلعب في الدور الانجليزي لكرة القدم اخيرا مارتن اعلم ان السؤال مبكر جدا لكن ساطرح عليك السؤال وربما نلتقي قبل نهاية الدور الانجليزي ونتحاسب على الاجابة من ترشعه للفوز بالدور الانجليزي البريمير ليج اعتقد انه سيكون مانشستر سيتي كانوا يلعبونها بدون رأس حرب صريح الان لديهم هالند ارسنل بدأ بشكل جيد البدايات كانت سهلة ولكنه خسروا امام مانشستر يونيتد ليفربول ليس بقوة الموسم الماضي خسروا عدد من اللاعبين لديهم اصابات ولهذا ارى ان مانشستر سيتي هو الفريق المتكامل سواء ال 11 لعب الاساسيين او على دكة البودلاء هم اقوياء مارتن زاجلر رئيس قسم المرسلين الرياضيين في التايمز الانجليزية كنت سعيد معك بهذا اللقاء ونلتقي دائما وننتظرك في زيارة لمصر ان شاء الله قريبا باذن الله شكرك شكرا جزيلا شكرك شكرا جزيلا كان يعني اللقاء مهم جدا لانه مارتن هو الصحفي الذي نشر تقرير احتمالية الاعلان عن استضافة مصر بجانب السعودية وبجانب اليونان لاستضافة كسر العالم 2030 وده هتبقى حدث مهم جدا بالنسبة لنا واكد انه ممكن على هامش المونديال في قطر يعلن تعلن هذه الاستضافة خلونا اطلع بسريعا نشوف جزء من لقاء سافيو البرازيلي لعب النادي الآلي الجديد وفاصل وارجع اتواصل مع احلامكم يعني حتى الان لسه الازمة قائمة والتحاد الكورة مش عايز يعني يتعاون في هذا الامر ازمة انه انديت القسم التاني رفضة فكرة تطبيق دوري الـ 18 نادي او المجموعة الواحدة من الموسم القادم الناس عايزة مهلة لترتيب نفسها وترتيب اوراق الكلام ده هذه القورة بيصدر بقى ليومين ثلاثة بيقعد مع رئيس نادي مثلا في القسم التاني يصدر وكأنه دي مجموعة يعني شارخة كده لكن هو متفاهم مع اعضاء الجامعية العومية وان الناس كلها موافقة الـ 18 نادي من الموسم القادم انا معي على التليفون الدكتور عمر عبدالحق رئيس نادي الناصر دكتور عمر مسائل فل انا مسارخي يا طهد محمد وحشي جدا والله يخليك ومتعلق دايما هو تابعك والله يعني انا بعيدة عن البرامج راضية انت زميل زميل بس يعني ايوه زميل خد بالك لا انت فرحة مؤقتة ترجع ان شاء الله والله يبقى تابع برنامجك عشان ما لكش اختبات والله يخليك يا دكتور عمر وحاجة جميلة والله ده منزولة شكولك دكتور عمر ربنا يخليك شايف المشهد ازاي الاول النهاردة كم نادي من الجمال المومية حضروا هزا المؤتمر هو من ثمانية تاديين الاربعين بس احنا كنا كل اللي عايزين واربعة وثلاثين تمام وطبعا رفضنا ناخد الجوابات المجمعة يعني كل نادي يروح يعني من بكرة تمام كل نادي هيروح بقرار مجلس الادارة بالجواب بتاعه عشان اول ما يكمله واربعة وثلاثين في خلال يومين يعني هيبقى نصابق تمل لعقد جمعية عممية غير عادية لبحث القرار او إلغاء القرار يعني مش حاجة زي ما هم بيقولوا يعني ان احنا صاحب الثقة ولا فيش كلام ده خالص احنا بنلغي جمعية العممية الغير عادية منوط بيها إلغاء قرار مجلس الادارة لان القرار لا يتماشى معانا دلوقتي وزي ما انا كنت امتابع حضرتك ساز بليغة معايد لما فتحت الموضوع القصة ماينفعش تيجي دلوقتي يعني انت ماينفعش قبل الدوري في شهر تيجي تقول لي خلي بالك حداشر واحد هينزله من ستاشر ماينفعش صعب جدا يعني إنما تقدر تقول لي تعمل حسابك السنة الجاية من كل مجموعة آخر سنة ليك السنة الجاية مثلا آه وبعد كده أو ندرجها تمام تعملهم مجموعتين وبعد كده خلي بالك السنة اللي بعدها مجموعة يعني احنا معاها تطوير ده كان الهدف تطوير إنما ماينفعش تيجي وحتى القراره حتى دلوقتي احنا مجلناش جواب رسمي أو شروط مسابقة بتقول إن هينزل حداشر ده احنا فهمنا ده ضمنيا من القرار اللي هو خده اللي هو نزله على صفحته فقط تمام أنا فيه سياغة كده اتحطت معرفش هتولي كده السياغة بتاعت الجواب يا جماعة بتاعت المفترض هتقدمها كل الاندية أنا بعتها لكم لاتحاد الكرة هي سياغة ما بتسحبش السيقة برضو لأن اتحاد الكرة لا لا خالص احنا احنا كنا في اجتماع المنصورة واجتماع المصر طلبنا يعني بعتنا جواب رسمي المثل في الخضارة إن حد ييجي عشان نتناقش ونعرف ايه وجهة نظارهم شبقي تفسيرك لأنه الناس مش عايزة تيجي ولا تقعد ولا تتناقش ولا تتفاهم هو نوع من أنواع التعالي بتاع الكرسي يا سيد محمد ده متعود عليه يعني متعود هو هم الحبون اه اوي ممكن ييجوا اوي لو فيه انتخابات وممكن يجي لك تلتمائة ربعمائة كيلو صفر ويجي لك عشان يشعر معكش لوقت انتخابات إنه مصالح عام حاجة زي كده إنه ما انت تعرف إنه فيه تلاتين اربعين نادي مجتمعين لازم تبقى حريص إنك تروح تسمع وخصوصا الناس مش ضده لأنه احنا لو حبينا إنه احنا نقوم ضده كنا هنبقى ضده في في قرار خاصة بالكرة المصرية بكل حاجة تمام في اختيار مدرف حتى الجواب سياقته قدامي الموضوع طلب السيد الفضل المدير التلفزي الاتحاد الكرة المصر نحاوله برضو للناس الدكتور عمره عشان الناس تبقى عارفة إنه انتو بتتكلموا في قرار ما بتتكلموش في صحب ثقة يعني الموضوع طلب عقد جماعة عمومية غير عادية وفقا لأحكام نص المواد رأى أرقام 33 فقرة بي وجيم وده و34 من لاحة نظام الاساسي الاتحاد المصر كرة القدم نحيط علم سياداتكم من مجلس إدارة نادي كذا المفترض ده اللي هيتميلي يعني قد اتخذ قرارا بجلسات التي انعقدت بتاريخ كذا كذا والذي تضمن إرسال طلب كتابي للاتحاد المصر لكرة القدم بعقد جماعية عمومية غير عادية وفقا لأحكام نص المادة رقم 33 فقرة بي من لاحة نظام الاساسي الاتحاد على أن يكون جدوى الأعمال الجماعية كالآتي النظر في إرغاء قرار مجلس الاتحاد المصر لكرة القدم بتاريخ 14-28-22 والذي تضمن الموافقة على تعديل نظام المصابقة اعتبارا من موسم 23-24 آآ ليصبح القسم الأول 18 نادي انت هكتب نص القرار يعني بتاع التحادم نص القرار خلي بالك يا سيد محمد ركزت في القرار هتلاقي هو ما قالش إن 11 من 16 هينزله وقال 18 نادي قسم الأول وخلاص آآ يعني انت تفهم بقى حاجة تفهم إن 11 هينزله وإن هياخد من الدرجة التالتة آآ ثلاتة يطلعوا على طول آآ وا uh من الدرجة التالتة للدوري المحترفين به آآ مودي يا ملاش تفسير اللي هدتك بتقوله دا آآ يعني أنت�� تفهم ده ظبنين إنما قرار اياها ملاش تفسير غير كده ثلاتة هينزله مع تلاتة اطلعه تلاتة يطلعه تمام ثلاتة هينزله من دور الممتاز ألف وتلاتة اطلعهم بالدور اتة من الـ систем 5-6 من التمنتاشر يتبقى من التمنتاشر 12 على تلت المجموعات اربعة ثلاثة باتناشر ثلاثة منازين من فوق ثلاثة طلعين من تحت ادي للثمانتاشر. تمام. ده السنة الجاي. يعني السنة دي هنلعب بشروع. يعني تبقى كنت الترتيبك السادس في الدورة وتنزل. اه وانزل. من من ستاشر نادي. اه. ستاشر نادي. ما صعب جدا. وخلي بالك وخلي بالك يا سيد محمد انا عندي مجموعة القاهرة مسلا. اه. حداشر نادي كانوا بالعب في الدورة الممتاز. طب ادينا امثلة عشان ناس تعرف دكتور عمري يعني. القناة. السويس. تمام. القناة السويس. الشرقية للدخان. الترسانة. اه ودي دجلة. الانتاج الحربي. السكة الحديث. ياه. المصر. كل دي عندية. عندية كلها بتنافس على الصعود يعني. كلهم. فانتا هتفاجأ ان منهم مسلا على الاقل اربعة خمسة نزلوا للدرجة التالتة. اه ونسيت اقول لها داك وزد. وزد ما هو كان بيلعب دور الممتاز بأبسي مصر. تمام. تمام. فكل دي عندية يعني انت انت لو 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 انت دي تهاني بالتدريج. والنجوم برضو اعتقد معاكو. لأ اللجوم نزل درجة تالتة. نزل درجة تالتة. اه. نزل درجة. اوكي. تمام. وده منطبق على المجموعات التانية. سواء البحر او الصعيد. اه على البحر هتلاقي برضو سبع عندية كانوا دوري ممتاز. والصعيد نفس القصة. تمام. ده غير ان الصعيد بقى لو لو ركزت موضوع الصعيد. لما تيجي تعمل مجموعة واحدة. مم. قطة الصعيد هتروح. تمام. هتروح ازاي بقى. مم. انت مش هتضمن التلاتة الاوائل هبقى. خلاص انت مو كنت تقعد عشر سنين دوري مفيش نادي بالصعيد. مفيش. ده ده فوق. وكمان هتلاقي. ان عشان الامكانيات بتاعة الصعيد. حتى في التمنتاشر مفهمش حد بالصعيد. جابوا عليك. لو الفوا بي. صح صح. منطقي. منطقي طبعا منطقي. طب الخطوة الجاية ايه يا دكتور عمر انتو. الخطوة الجاية بنبعت للاتحاد الكرة. والله اه الدايحة بتجي خمستاشر يوم. مم. ان هو في خلال خمستاشر يوم من اكتمال النصاب. اللي هو ان شاء الله هيبقى يوم الحد. مم. ان هو يدعو الجمعية جمعية عمية غير عادية. مدعيش بندعو احنا اه احنا بنقوم احنا بالدعوة دي. مم. في مقار الاتحاد ولا خارج مقار الاتحاد طبعا. تمام. تمام. احنا لسه عندنا امل ان في خلال الفترة دي ما نوصلش ان نعمل جماعة عمية غير عادية. مم. ونوصل لسيغة مع اتحاد الكرة. مم. ان احنا نطبق دور المحترفين على مراحل. مم. تمام. وننشئ ربطة. والربطة دي. انا يا جماعة لو في حد من مجلس ادارة اتحاد الكرة يبقى معنا. اصول الناس خد بالك ما بتطلعش تتكلم في الموضوع ده خالص. مش هيكلموا لان اه. الناس مش عارف ايه. واضح ان القرار مش بتاعهم. يعني مش بتاعهم يعني. هو الاتحاد هو اللي بيدير يا يا دكتور عمر. لا ما اعتقدش. ما اعتقدش. لانه اللي هو اللي بيدير كان هو اه اه راح للاندية. في اسكندرية. مم. وبلدية المحلة. وفي اه في الاسيوتي. مم. وعمل اجتماعات مع الاندية كان بيتكلم في تسعة حبوط والاندية رفضت. مم. وخد رأي الاندية كلها وبعد بعد الاجتماعات دي بعدها بيومين طلع قرار. مم. كما لو كان ما قابلش الاندية خام. لا في الاخر ممكن تكون الدراسات بتاعتهم قالت كده. يعني كل شيء قبل النقاش والترابيزة. ما ده اللي عايز اقوله. الترابيزة تسعة الكل. لا. ما فيش. ما فيش الكلام ده. مم. ما بيحصلش الكلام ده. وده نوع من انواعي. التعالي الكرسي اللي انا مش قادر افهمه. انت ليه. 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 طب دكتور عمر. علاقاتك طيبة بالناس كلها. انا حاولت اتكلم. اه. استاذ جمال علام. حاولت اتكلم. سيد خلاد رندال. الناس اللي في. كابتر حزم امام. الناس اللي موجودة في الاتحاد. حاولت تتكلم معهم في القصة دي. انا بعدت لهم رسمي يا الله. يعني انا ما اتكلم. هتكلم اقول ايه. انت عارف انت عارف فيه فيه رد غريب جدا. اتقال. هو مين? هو حد بعتلكو حاجة. انتوا جيبتوا منين الموضوع ده. ده موجود على صفحة الناس. لا ده موجود في القرارات رسمية المجلس اللي ده قال لك انت مجلكوش حاجة. انتوا على اساس ايه بتتكلموا بدا. الكلام ده تقال مبارح باتحاد الكورة. ده من مين يا دكتور عمر? من الاستاذ جمال علام نفسه. اه. قالوا المين يعني? اه. قالوا للمهانس خضرة رئيس نادي كيرنس. تمام. والاستاذ عابل كومي نفسه انا سمعته بودني وهو بيقول نفس الكلام ده برضو. اه. لرئيس نادي المنصورة بيقول انه انت مجلكوش حاجة. قالوا ازاي? ده موجود على صفحة الاتحاد. هي صفحة الاتحاد شغلتها تعلن? القرارات. القرارات. يعني انت حتى لو ما جالكش وانس انها تحطت على صفحة الاتحاد. هو ده بمثابة اعلان للقرار. احنا بقى انا شهر في الموضوع ده هو بالضبط من اربعتاشر تمانية. مم. الاربعتاشر تسعة محدش فيهم رد علينا ولا جلنا حاجة بالعكس. لهم كمان ابتدوا وعملوا القرعة النهاردة. مم. بتاعة الصعيد ويوم استبت قرعة القاهرة ويوم الحد قرعة بحري. مم. وبرضو ما عندناش توضيح ولا حد قلنا حتى. ولا جالكوا لايحة المسابقة? ولا شروط المسابقة ولا. بس اخد بالك دي لازم تيجي في الشروط واللايحة دي لازم. طبعا. لازم تيجي لان خلاص انت مصرود الدوري كمان ثلاث اسابيع. اه بالضبط. فهو القصة ببساطة احنا عمل. مم. ان يرجعوا في القرار. ويجزقوه. مم. ما كانش احنا مكملين. هنصبر خمستاشر يوم وهنعمل الدعوة. حضرتك هو واثق انه عدد الانديا اللي حتتقدم هو العدد الذي يسمح بعقد جميعهم. او جميعهم. دعوة تتطلب اربعة وثلاثة. ما انا فاهم بس عشان اكمل سؤالي بحركة هتفهمني. اه. ولا ربما تحدث ضغوط في الساعات القليلة القادمة. فتبوص تلاقي نفسك انت مك عشر افمسترش. يا الضغوط ما حصلتش في الساعات القليلة القادمة. بالضغوط قريدي بدأت تحصل بقالها كام يوم. انت كنت بتقول هي در سبعين نادف وجانا نارد اربعين تقليل. المجهود اللي بيبذل. عشان يقولوا الانديا ما تروحوش. وما تستجيبوش. ضخم جد. لو 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 بذلوا في توضيح الصورة او باقناعنا بالاا بالمشروع بتاعه. كان اوفر. اوفر. والله اوفر. انما انا بقول لحضرتك ان صابر باعة وثلاثين. عشان الجماعية العمومية بقى تكمل. وتبقى الجماعية العمومية صحيحة. لازم على الاقل على الاقل التلتين العدد يبقى موجود. المهم. اللي هو في الجماعية العمومية مية اربعة وتلتين. تمام. تمام. والموافقة الاغلبية لها خمسين في المية زائد. طيب انت ضامن التلتين بموجودين. انت الدعا وحتتم. بس ضامن يسجل تلتين الجماعية. لا. نضمنش. بسبب بسيط. ان القصة يعني داخل فيها الدرجة التلتة وداخل فيها الدورة والله لو بتوع الدرجة التلتة عرفوا. كويس قوي ان استحالة بالنظام الجديد ده ان هيبقى فيه الدورة. مش هيشوفوا حاجة اسمها تلتة هيزولوا رابعة. خالص. خالص. طبعا. هما لسهما فاكرين ان الصورة ممتاز بي بس. لا. ده كله هيتقصر. لا ما ممتاز بي حي سمع في التحتيم. تمام تمام. من كل مجموعة احداشر نادي. فكلهم هنزلوا الدرجة الادنى وهكذا. فهينزل تحتيل اقل امكانيات وهكذا. هتبدل الدنيا. احنا احنا هنمشي في في الطريق الاخره مقتنعين دي. مم. وبرضو بقى اكرر تاني يا سيد محمد انا مش ضد اي طريق. ومش ضد ان احنا نزيع المتشاط ويبقى عندنا اه نظام احترافي انا مع انا مع ده. بس بنقول ادونا وقتنا فقط. ادونا وقتنا بالتدريج واحنا معاكم. مم. ونكون الرابطة والرابطة هتبقى مختلفة عن المنتاز الف في حاجة. مم. ان الرابطة دي هتعرف تسوق. المنتاز الف الان دي هي اللي بتسوق. تمام. يعني الرابطة في المنتاز الف كله دورها بتدير مسابقة. انما رابطة المنتز دي هتعرف تسوق لانها هتتكلم باسم تمانية واربعين نادي. طب اقوى. مزبوط. فتقدر تسوق. سواء بس. لا وفي عندها جمهارية كتير. وعندها لها ثقل وعندها لها قيمتها. يعني في عندها جمالية كتير جدا معاكم. تمام. تمام. في القسم التاني. دكتور عمرو عموما احنا هنظل نتابع القضايا دي ان شاء الله باذن الله. وحتى تصلوا فيها الى حل. باذن الله. دكتور عمرو عبدالحق رئيس نادر نصر شكرا جزيلا لك. انا عايز اطلع بقى بسرعة للفاصل. اه. انا عندي بعض الاخبار. اه. على فكرة النهاردة كانوا بيقولوا ان فينا بلعامات دونجا خد خبطة كده في التمرين بتاع المنتخب. لكن الحمد لله اتطمنا عليه ما فيش عنده اي مشكلة. لسه دلوقتي. يا راجل دهما قالوا بيقولوا ان اصابت بالغضروف. قطع ايانا في الغضروف. من ثلاث لاربع اسابيع غيابه. ما يبقى ايزا نابيل اعماد دونجا انا قبل ما ادخل الهوى كان الكلام انه لسه ما تمش تشخيص الاصابة وان اصابته متوقع ما فيش مشكلة. وانه ممكن تبقى الاصابة اه ما فيش مشكلة ويتمرن بكرة. لكن قادر الموقع الرسمي بتاع اتحاد الكورة او الصفحة بتاعت اتحاد الكورة بتقول اثبت الاشاعة لا تخضع على نابيل اعماد دونجا. اصابة اللعب بغضروف الرجبة الخارجي خلال المراهن منتخب مصر. الاول الذي اقرب بستاد برج العرب بالاسكندرية في اطار الاستعداد لودياتي. النيجر والايبريا المقرر يومين 23 و27. الجهاز الفني واللعبين حرصوا على التمعنان على اللعب بعد ظهور نتيجة الاشاعة. الف سلامة يا اه نبيل. اه مش عارف العين. كلام انه رايح الزمالك. وخلصه كان هيعلن بكرة. العين يعني صابتك يا نبيل. ان شاء الله الف سلامة. اه كمان اه الاهلي كان قال ان بيرس تاو حيسافر الدوحة عشان يعملوله اه يعني اه متابعة هناك. اه زي ما حصل كده مع محمود متولي واكتر من اللعب. لكن انت راجع الاهلي عن الفكرة دي. وقال لك خلاص لانه وفق الكلام بتاع الجهاز الطب الدكتور ابو عبلة قال لا يهو يتعالج هنا مفيش اي مشكلة خالص في هزا في هزي المسألة. اه نبيل اعماد دونجا الف سلامة عليه و اه و اه و اه و عمر جابر اه قال له شوية الراتب بتاعهم زي ما الزمالك عايز و وفقوا على الطرح بتاع الزمالك. والمفترض يعلن على الصفقة دي رسميا اه بكرة. في كمان دونجا بتاع الاسماعيل الحقيقة رفض تماما اه 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 فريرة انه يتعاقد معه لو محمود عبدالعاطي دونجا كان الزمالك حصل على توقيعه لكن فريرة رفض هذا التوقيع. هنشوف لو بكرة اعلنوا اسمه يبقى فريرة ما كانش موافق وحطو كده. اذا معلنوش اسمه يبقى فريرة اكد كلامه. نطلع فاصل سريع. بعد الفاصل هنلتقي بفقرة الكرة العالمية مع الزميل ولد الحديد الاول. هنتابع الجزء الاخير من لقاء سافيو البرازيلي المنضم حديثا للنادي الاهلي. اهلا بكم من جديد بيرافقني في هذه الفقرة الزميل لولد الحديد فقرة الكرة العالمية. ازاك اوليد؟ ازاك عزيزي محمد. احمد ايه؟ كله تمام. كله تمام. كله تمام. كله تمام. ايه حكاية دورة بتاع الورب دي. حكاية هلند. يعني الحياة الراجل مزود الموضوع قوي يعني. ايش عارف اخد الموضوع جد كده ليه. ولسه فيه في الموسم يعني. واده في الوقت برضه. يبقى حمين شوية. مش بروس ده يعني. وما بتفهمش ده ولا احتفل ولا همه ولا فارق معي. بتحط الكرة ازاي؟ اه مش طبيعي. بجد مش طبيعي يعني. تكنيك الحركة يعني شوف التكنيك القفزة. ده عاطتها بايه؟ ده عاطتها بمشه حول بطني بغش رجله عكس اتجاهه. اه يعني ناحية كعب برجله الناحية التانية بقى. مش ممكن. العكس. بعدين القفزة وارتفاع الرجلين حاجة كده احنا عادنا نغني طبعا. رجله فوق دماغ الباك. اه مرتفع مش مش طبيعي. مش طبيعي. مش طبيعي تكنيكي. لا يشوف الارتفاع ده عامل ازاي. الكرة اولا البصة والتحرك والاستقبال الكرة في الوقت ده. وبعدين ده كان في اخر المباراة. يعني انت بتتكلم في اه في الده 84. اللياقة دي تفضل. لأ وبروسيا جاب جول. اه. وفي اول ربعه ساعة في الده 6. وبعدين بدأ يجيله هس هس جورديولا. كان بداي جدا. وبعدين بتعادل تزديده رهيبه رحيبه من بارة 18. كده قوية جدا. اه روبين دياس طبعا. اه كده قوية جدا. وطبعا ايرلينج هالند هو اللي خلص الموضوع زي ما بنقول. اللي جوان دي بقى الحاجات الايكونية دي اللي هنفضل نتكلم عنه كتير بعد كده. يعني احنا عادنا فترة. بس ده فكرة المهاجم اللي تجيله الكورة جول. اه. يعني بيخلص. هو انا بيعجبني المهاجم اللي دايما تارجت على الجول. يعني ما بيفكرش كتير. هو الكورة جاتي. يعني مش لازلت ضيع تلات اربعة كورة عشان تجيبوا الجولة. اه بالضبط. بنت لو جالك اربعة تجيبنهم تلاتة بس. اه وبعدين ما تفكرش في اي اوبشن يعني الكورة جالك جول منطقة لا يفكر يمرر ولا يفكر يرقص ولا لعبة جمالية. هو الراجل دا ما عندوش حاجة اسمها لها جمالي ولا مش جمالي. لا لا. هو الطريقة اللي جيت اي جزء في جسم يحطه في اقرب كورة جزء في جسمه الكورة بيهم حطوا صدره. ظاهرة. ظاهرة في الكورة الحياة ومش عارف دا طالع لمحمد صلاح منين. دا كنين وعشرين سنة فقلا. اه اكبر مني. حس اكبر مني. يعني ده يعني ده 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 يوسف وقسام انا بيقى اكبر منه. اه. قد زياد طارق مطبعا. يا دوب قد زياد طارق اه. فعلا. حاجة. حنا نعتبره معيال صغيرة عندنا بس. اه ده اللعب الصاعد مارتن هلا. اه ايرلين طب قلنا بقى النتايج. يعني لو حنقول النتايج. النهاردة الميلا بيكسب دينا مزغرب تلاتة واحد. شخطار بيتعادل واحد واحد مع سيلتك. جلاسكو رينجرز بيخسر على ارضه من نابولي. تلاتة الصفر نابولي طالع بصورة الصاروخ. اه. هي عامل فرقة حلوة اوي السنة دي. اه. موظف ليفر بول وتلاتة في رينجرز. اه. اسباليتي عامل فرقة حلوة. عامل فرقة حلوة وعمل فرقة متنوعة ولعيبة قورة وسبالتي من المدربين اللي طول عمره بيعجبني على الرغم من أنه هو يعني أنا حاسس أنه أداءه أو قيمته كمدرب كان ممكن كمان يشتغل في لفل أعلى من ده وإحيانا الحظ ما كانش بيقف معاه لكن سبالتي مدرب هاي على مستوى من أفضل مدرب العالم في تطوير اللعابي واشتغل على محمد صلاح ده أعتقد سبالتي وشغله مع محمد صلاح في روما أهم مرحلة أو أهم محطة في مسيرة محمد صلاح لأن دي اللي حولته لليفربول طبعا بكل تأكيد حولت محمد صلاح نفسه من لعب مجرد لعب مهاري أو لعب عنده سرعات أو لعب عنده فينش كواس على المرمى إلى لعب متكامل محمد صلاح اتعلم الواجبات الدفاعية في روما اتعلم الضغط على الخصم في روما اتعلم أنه من أقل الفرص يفنش في روما ده جول صلاح في آكس طبعا ده طبعا الجون بتاع مبارح اللي خلى محمد صلاح يقامل رقم قياسي بأنه يبقى الأخسر تهديفا طبعا على الأنفلد وكان مهم الهدف ده لصلاح ومهم الفوس ده لليفربول مهم الهدف لصلاح لأنه دخل في مرحلة تشكيك غريبة جدا لأنه محمد صلاح السنة دي وفقا لأداء ليفربول فمحمد صلاح مش سيء محمد صلاح عمل أسستات وأحرز أهداف لكن هو توتل أداء ليفربول ما يساعدش حتى منظومة الهجوم اللي بتساعد محمد صلاح بعيد عن مستوى القصة مش قصة سادي ومانية تماما يعني أنا باستغرب من كلمة أسلو غياب سادي ومانية القصة مش سادي ومانية تماما تماما ما هو أسلحنا باينة يعني مشكلة ليفربول في الترفيل اللي تحت طبعا في نص الملعب المنظومة بتتبني من تحت المنظومة الهجومية باينة جدا واضحة جدا هجومين ودفعين أندريو بيرسون كان غايب بداية الموسم للإصابة عاد فترة مرجعش ما استعدش مستوى لسه أليكسندر أرنولد تايه تماما هجوميا ودفعيا معظم الهجمات بزا غريبة برضو أرنولد غريبة التراجع الغريب فترات يعني فترات بيشوفها كل لعب انه يبقى التراجع بس هو حظ كلوب السيء وحظ ليفربول السيء ان التراجع حصل مع اكتر من لعب اللي هما العمادة الاساسية للفريق في نفس الوقت فالمجموعة اللي كانت بتعمل هجوم ناحية اليمين والكانت بتملى مكان صلاح لما بيدخل لجوه هندرسون وأليكسندر أرنولد بعيد عن مستوى الناحية التانية أندريو بيرسون بعيد عن مستوى حتى فابينيو الكنترة أصيب فترة حتى فاندايك برضو مستوى متزبز من المباراة التانية فانت بتتكلم عن فريق أهم مع ناصر فيه بعيدة فلازم محمد صلاح ما يهدفش بنفس معدل تهديف كل سن فده تفسير الموضوع وده هيبان تأثيره الإجابة أعتقد فترة التوقف دي ليفربول مبارح قدام آكس كان جاي الحقيقة من أحسن على الرغم أن الفوس كان صعب لكن آيكس السنة دي فريق تقيل جدا اللي شاف مباراته الأولى اللي شافه الدوري اللولان دي دفاع قوي جدا عنده مجموعة العيبة على الأسون طبعا اللاعب الرائع محمد قدوس اللاعب الغالي اللي جاب الجول وجاء وأحرز وعمل أسست في المباراة اللي كانت قبل دي وبالتالي قدام رينجرس فالمباراة ما كانتش سهلة وآيكس هيبقى ليه دور في المجموعة يعني قدام نابولي مثلا آيكس هيبقى رقم مسهل هيعمل مطشين تقال قدام نابولي المطشين الجيد الدوس ده المفترض وآيكسس دائما يطلع العيبة يعني آه آه هي مدرسة مدرسة آيكس مدرسة وعلى الرغم من إن معظم نجومه اللي كانوا متقلقين معاه بيخرجوا سنة بعد سنة دي ليكت ودي يونج وفان دي بيك وغيره وآخرهم أنتوني وليساندرو مارتنيز اللي راحوا منشستر يونايتد معاتين هاك حتى المدرب ميشي لكن يوقف قدوس ده نهاية الموسي ممكن يمشي جدا ممكن جدا يمشي دم عندك معلومات عنه محمد قدوس أنا حتى كنت يعني تكلمت عنه قبل كده تخيل إن راتب محمد قدوس ده على الرغم إنه لعب صعد في بداية العشرينيات هو لعب بيجيدي لعب في وسط الملعب واسط مهاجم واستغلوا شرودر كراس حربة كمان لما لقى عنده هزيه الإمكانات هو بلعب طبعا في منتخب غانا ومرتب قدوس ده أعتقد لها تجاوز 600 أو 650 ألف دولار في السنة الظاهرة محمد قدوس ده وكان جاي له عرض يعني مرمى نضاي أغلى منه والراجل ألو أرأ اسمه وشمشون الجبار بتاع الزمالك تلص تلات تربع لعب أهلي وزمالك أعلنوا عنه النهاردة البنيني وزاد راجل برازيلي يعني قدوس ده أرخص يعني ده نص مرتبات وده آيكس أو تلت مرتبات لأن آيكس عنده مثلا أكاديمية في جنوب أفريقيا وأكاديمية في أبيتجان في كوتيفوار وعنده كشفين في غانا وعنده كشفين في ناجيلي حتى لو عنده كشفين أنا عايز أقول أن آيكس بالأندية المهمة في أربا عنده مرتبات كده ليه أبسط حاجة بس فير الرجل الحرس مرمى متقلق بتاعهم ده بيأخد مرتب أقل من شريف إكرامي وأقل من شناوي وأقل من عواد بكتير بكتير بفارق يعني يأخد له تقريبا 300 أو 300 وكلام ده موجود معلن معلن يعني ممكن يعني لو أنا عارف أن احنا نفتح الموضوع ده كنت جبت لك ما يزبط لا الموضوع معلن طبعا ومعروف وزي ما بقولك احنا مش محتاجين أن احنا في الملف ده نعمل أكتر من أننا نكتهي أن احنا نتعاقط ونتفاوض ونشوف ما نستسهلش بمعنى أصحة فالحقيقة مباراة كانت مهمة ليفربول وفوز كان مهمة نكمل النتائج بقى بتاعت منشستر سيتي بيكسا بتاعة البرس دورتما 2-1 ريال مدريد بيكسا بلايبزيك 2-0 تشيلسي 1-1 مع ريد بولساليسبرج عايز أعلق بقى على تشيلسي ريد بولساليسبرج لأن تشيلسي بدأ يبعد عن الحصوص التأه تشيلسي دلوقتي عنده مباراة هزيمة خارج أرضه من دينامو زغرب كانت هزيمة مفاجأة مشي توماس تخل بعد هذه الهزيمة جيج رهام بوتر طبعا هو مدرب جيد وواعد وكل حاجة لكن الماكنة مش هتجيبه ماشي على طول فانت بتكلم النهاردة بعد مباراة تشيلسي موجود في المركز الرابع والأخير في مجموعته تشيلسي عنده نقطة واحدة من مباراة قبليه مين بقى قبليه ميلا أربع نقاط دينامو زغرب في المركز الثاني تلت نقاط وريد بول سالسبرج نقطتين ثم تشيلسي تشيلسي محتاج ريمونتادة قوية والريمونتادة دي من حظه الساي انه محتاج يعملها قدام ميلا ميلا ماشي في ثبات الحقيقة هذا الموسم وكسب النهاردة واتعادل المباراة الأولى خارج أرضه مع ريت بول سالسبرج رغم ريت بول سالسبرج النهاردة واخد نقطة من تشيلسي واخدها في انجلترا فحصوص تشيلسي صعبة جدا اعتقد انه لو خسر من الميلا مباراة المباراةين هيبدأ الموضوع يتعقد معه بشكل كبير طيب 3-1 يوفينتوس بيخسر على أرضه من بنفيكا 2-1 برضو دي نتيجة تبدو غريبة نظريا وكوب النهاجين بتعادل مع شبالية 0-0 اه تبدو غريبة نتيجة نظريا لكن المتابع ليوفينتوس ولو بتفتكر الحلقة اللي عملناها يوم القرعة بتاعة دوري أبطال أوروبا كلمنا ناو حضرتك وعلقنا على المجموعة دي وقلنا ان حظوظ يوفينتوس قدام بنفيكا طبعا باريس سان جرمان هياخد الصدارة لا محالة لكن يوفينتوس قدام لك لتين ست نقط اه طبعا الموضوع يعني باريس سان جرمان وبينفيكا ست نقط موضوع خلصان بالنسبة لباريس لكن بينفيكا النهاردة كانت المباراة مهمة فايصل بين يوفينتوس وبينفيكا اللي كان هيكسب منه مناخد تاني طبعا تاني خلاص يعني الأول المادة المحبوز بعدين الماتشف في إيطاليا الماتشف في إيطاليا بوجبال الاتنين اتصابوا في بداية السيزن قال اجري بيواجه انتقادات عنيفة جدا من جمهور فريقه السنة اللي فاتت يوفينتوس خارق صفر بطولات للمرة الاولى من سنين كتيرة جدا وانا مش عايز اربط القصة بكريستيان ورونالدو لان ده اتقال وقت انتقال كريستيان ورونالدو وحتى على لسان بونوتشي نفسه لاعب طبعا قلب الدفاع المنتخب الاطالي القلب الدفاع الدولي اتكلم انه قال إن كريستيانو رونالدو لعب كبير ده طبعا وقت انتقال كريستيانو ومهنف الوطولة دي بس قال إنه حول يوفينتوس لفريق فارج لفريق بيخدم بس على كريستيانو رونالدو يوم ما بيبقى كريستيانو في مستوى بنعرف نجيب جوان لكنه جنبيه فيه لعيبة كتير ماتت وأبرزهم مثلا بولو ديبالة للنهاردة متقلق مع رومة وبيجيب أهداف وبقى نجم الفريق في الوقت اللي افتقدوا في يوفينتوس في يوفينتوس من ساتن تقال رونالدو رونالدو تقلق وخد هده في الدوري الإيطالي سنة وخد أحسن الله في الدوري الإيطالي سنة لكن يوفينتوس بلا بطولات وتأثير تواجد رونالدو ظهر دلوقتي على شخصية فريق يوفينتوس اللي كان طبعا أوروبيا حتى ما بياخدش بطولات بقى له فترة لكن على الأقل اللي كان بيوصل لإنهائي بيوصل سيميفاينال بيقدم مباراة كبيرة مع كريستانو رونالدو كان بيخرج من دور الثمانية مش هو ما دعموا بقوة يوفينتوس السنة دي يعني ما فيش نعكس سوق الحظ عندهم جابوا ثلاث صفقات تقيلة جدا يعني دمارية صفقة تقيلة بوجبة صفقة تقيلة بريمير المدافع صفقة تقيلة وعندهم كيزة وعندهم فرقة يعني عندهم فرقة تقيل لكن الناتج صفر الألجري فيه مشاكل كبيرة ومدرب بقى متحفز بالزيادة يعني هو طول عمره مدرب متحفز لكن مع اليوفي الحقيقة بقى غريب جدا اللي هو بيدافع تماما طول الوقت وبيعتمد على الهجمات قليلة يجيب جون وبعدين يرجع يدافع كيروش او لا يعني ده كيروش عامل فيه كيروش لا ده هو بقى أستاذ كيروش في الحتة دي لا يا رائع بدافع كتر لكيروش لا يعني ده قلت كيروش ده عيقونة الدفاع لقنا له أستاذ في إطاليا طب كوبر لا كوبر ده كوبر ده ما قدرش أقول عليه حاجة ده معالي كوبر ده أستاذ بالله أستاذ بجد يعني كوبر ده من المدربين اللي اتظلم وقت ما كان موجود مع منتخب مصر إعلاميا وجماهيريا والناس ما قدرتش قيمة العمل والمنتخب مصر واتمنى أن الراجل ده ياخد حق ويعني لأنه يستاهل لأنه حول الحقيقة منتخب مصر من منتخب مرة بفترات صعبة جدا إلى منتخب متماسك مرة يعني بنوصل كاس أومر ثلاث مرات اه لا مش بتنافس عليك نصالش أصلا كاس أومر ضحي طيب أنا في بعض الملاحظات على الترتيب المجموعات يعني مثلا أتلتكو مدريد في المجموعة التانية بيبعد خسر من بورتو اه خسر من من بارلي بركوز بارلي بركوز وفاز على بورتو بصعوبة في الوقت القاتل كان في الوقت القاتل المشكلة عند أتلتكو مدريد ورده بالنسبة لمفاجأة عن كلوب بروش هو المتصدر اه كلوب بروش عامل مفاجأة من مفاجأات الحياة الغريبة جدا اه تقريبا حقيقي وكلوب بروش من الأندية اللي هي بتشارك في أوروبا لكن عمرها ما بتسعد من دور المجموعات بيكون صعب جدا نابتة أهل بس بادئة 6 نقط اه بادئة 6 نقط بفوزين وفوزين مهمين بالنسبة له تتقول لك مرشح هيبقى من الاتنين اللي هتسعده يعني كده اعتقد لو كسب ماتش كمان 9 نقط عنده أتلتكو مدريد ما بشين هو لو قدر يغطف فوز واحد من أتلتكو مدريد على أرضه في بلجيكا خلاص هيعتبر تأهل وهيسيب بقى الكصة بين أتلتكو وبرتو وبايرلي فركوزي أتلتكو مدريد بدأ برضو الدوري الأسباني بداية متوسطه مش مش بداية منفجرة مش يعني ما تقدرش تراهن عليه السنة دي مثلا في أسبانيا زي ما كان بيحصل في السنين اللي فات سيميوني ينطبق عليه ما ينطبق على أليجري بالنسبة للانطقاطات الجماهيرية الحياة جماهير أتلتكو مدريد بشوفها على السوشيال ميديا بدأت يعني على الرغم من أنه الراجل يعني مدرب تاريخي ليهم لكن في الآخر مستوى الفريق السنة دي مش مطمئن والدليل البداء الأوروبا يعتقد أنه بيواجه صعوبات بقى المجموعات منطقية حتى ليفربول هو الثالث بدأ الردي هو سيزن واحد ده كويس أنه هو كسب النهاردة كويس أنه هو كسب مبارح وحافظ على أنه موجود في المنافسة أنا متأكد أنه راجع يعني ليفربول بنقول النهاردة ليفربول هيكون ليه تواجد طبعا في الدور الجاي سواء أول أو تاني ليفربول قادم قادم اللقطة اللي كانت مسيرة مبارح طبعا في القمة بتاعت باير نوم يونيخ اللي كلنا كنا مستنينها اللقطة اللي كلنا مستنينها استقبال جماهير ألمانيا ليه روبر ليفانتوفس وزي ما احنا شايفين ولو الصوت كده يبقى معانا شوية في الفيديو ده سمعون يا جماعة الجماهير الحقيقة على الرغم من أنه انتقل بمشكلة وكان النادي وإقدارة النادي عايزة يكمل عايزة يكمل وهو أصره وعمل المستحيل علشان يمشي لكن زي ما احنا شايفين جماهير بارن في أليانز أرينا مبارح استقبلته استقبال حافل جدا الجماهير حييته زي ما احنا شايفين هو كمان بيبادله مالتحية اللعيبة طبعا كده كده زميله سلمه عليه في قط اللبس بشكل في ودد أنا عايزة يا جماعة أقول ده رقي كرة القدر هو ده يعني ده رقي كرة القدر والجماهير قدرت اللي هو عمله معاه وهو مقدر قيمة جماهيره وزي ما أقولك حتى الموزيع الداخلي في الاستاد وده طبعا استقبال يعتبر رسمي ان الموزيع الداخلي يتكلم عن مسيرته مع النادي ويستكلم عن البطولات اللي حققة مع بيرنو مينخ ويشكروا عليها كل دي التفاصيل اللي أنا تمنى تكون موجودة عندنا يعني في الآخر القرة القدم هي رياضة في الآخر لعبة يعني العدوات اللي موجودة يا فيش يتفت بسلا القرة مش هتدور يا لفانتفز جغور لا الاستقبال كان فيش الكلام ده ودي حاجات بجد لازم نتعلم منها ونفهم بقى يعني ايه كور القدر هي لعبة لعبة عظيمة ولعبة مثيرة ولعبة بتكسب ولعبة فيها قصص لكن في الآخر هي مجرد لعبة لازم الناس تفهم ده وليها قيم طبعا طبعا قيم الرياضة في الآخر طيب انت بتقول ان فيه تصريحات لرئيس نادي تشيلسي اه تصريحات عن الشمال والجنوب تصريحات كانت يعني غريبة جدا رجل امريكاني جاي لا انا دي بيتباع فقال لك انا معايش وقت فلوس يلا نشتري فراح اشترى طبعا ده توت بويلي الامريكي الملك الجديد لنادي تشيلسي الرجل ده فجأة كده طلع فيه تصريحات للميديا الانجليزية قال لك ما تيجو نعمل فكرة احنا بنعملها عندنا في امريكا وبتكسب قوي قوي بنعمل منتخب من الشمال ومنتخب من الجنوب جنوب امريكا طبعا وشمال امريكا وبنلعب وبيبقى طبعا تعرف بقى الاسمونسور في البيسبول هناك وفي الباسكت واوة هناك الفلوس بتتحقب بجنون يعني في الرياضة هناك خصوان الرياضات الامريكية وقال للموضوع ده هيكسبنا احنا بنعمله في امريكا في البيسبول وكسبنا في يومين 200 مليون دولار لما عملنا في البيسبول بين فرق الشمال وفرق الجنوب فطبعا الموضوع ده اثار يعني الميديا بسأله يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي اول امبارع بيقولوله وهتيجي لقطات يورجن كلوب دلوقتي هو دي كانت ده كان رد فعله بالضبط الرجل قال طبعا بص انا توت بويلي نفس رد فعلنا بالضبط يعني رائح قال له بص انا ما عنديش مشكلة بس اولا لما تلاقي معاد فاضي اتصل بيا وهتلاقي انه جاي زايد انه من الجنون ان انت تتخيل ان لعابة منشستر يونايتد ولعابة ليفربول ولعابة ايفرتون طبعا ده الشمال الانجليزي يلعبوا مع بعض بفريق واحد يعني انت يعني الموضوع طبعا مستحيل يحصل في انجلترا قال له انتوا هناك بترايهو حربع شهور فعندوك فرصة ان انتوا تعملوا الحاجات اللطيفة دي في امريك انا هنا ما عندناش هذه الرفاهية والموظم مضغوط يعتبر اي كلام بتقال طبعا الراجل بقى فكر انه جايب بينا فكرة فكر انه عادي جايب بينا فكرة في انجلترا في انجلترا كابتن في اي طبعا بدأت الميديا بتنشر بقى بعض التشكيلات وتعالى نشوف كده تشكيل الشمال وتشكيل الجنوب زي ما مشاريته مثلا دي ESPN الشبكة الامريكية طبعا حبيبها توت بويلي قال الفكرة ده الشمال بالع الشمال ده لو أليسن اه تشكيل الشمال في أليسن روبين دياس وليسندرو مارتنيز طبعا وتريبيير لعب زهير نيو كاسل وكانسلو زهير منشستر سيتي خط الوسطى حتى فيه إريكسن منشستر يونيتد رودري من السيتي ودي بروين من السيتي الهجوم طبعا صلاح وهلند وفودن ده تشكيل الشمال طبعا شوف تشكيل لوريس حارس توتنهام الدفاع طبعا روميرو توتنهام وويليام صليبة أرسنال زينتشينكو وريس جيمس يمين وشمال تشيلسي وأرسنال ديكلان رايس وكانتي من ويستهام وتشيلسي رحيم سترلينج وبوكايوساكا والهجوم ميتروفيتش وكيد ايه رأيك بقى مين لي يكسر الشمال الشمال ده يحط عليهم وش ده تشكيل تاني كان مقترح برضو الميديا لينجريل انتعرف بتحب بتعيش بقى ما صحيح بتحب بتعيش لو عندنا انا كنا عادنا هنعمل بيت حلقة اه طبعا طبعا ميكبوب وفاران بيرجريل مادايك كانسيلو تريبيير ده خط الدفاع للشمال تياجو ألكنتارا برونو فرنانديش ودي بروينتي ماتش فرقة قيلة برضو صلاح وهلند وسانشو بتخلص صلاح وهلند فرقة واحدة طبعا تشكيل الجنوب اللي فيه انديت لوندن يعني تقريبا هي انديت لوندن اللي بتمثل الجنوب رامس دال ويليام صليبة نفس الحكاية روميرو ريش جيمس تشيلويل فيه اختلافات بسيطة ديكلان رايس برضو نفس الحكاية وديجرد ارسنال ونقوله كانتي الهجوم في باكيتا لعب وستهام وهاريكين واسون برضو فرقة على قدها بالنسبة للتاني طبعا بالنسبة للشيبال طبعا لسه هزار طبعا الملكة لازم بس بص هما دفنوه لسه لسه شوك موضوع موضوع قص يعني خلينا ناخده من الجانب الكروي لان مثلا في اسكوتلندا انت عارف اسكوتلندا واحدة من الدول اللي تحت التاج البريطان اسكوتلندا وويلزو وانجلترا وإيرلندا الشمالية الموضوع هناك اكبر ناديين زي الاهلي والزمالك كده رينجرز وسيلتك الخلافات بين الناديين دوله بالمناسبة باستثناء يمكن مصر وبعض الدول العربية دايما الخلافات التاريخية بين الاندية الكبار بيكون فيها خلفية سياسية الحمد لله ده طبعا مش موجود في مصر ومش موجود في منطقتنا العربية لكن في انجلترا مثلا وفي اسكوتلندا تحديدا رينجرز وسيلتك كل واحد ليه كل جماهير ونادي ليه خلفية سياسية معينة جماهير رينجرز بتؤيد التاج البريطاني وبتؤيد الملكة ودايما كانت بتهتفل الملكة وأصرت رغم ان الاتحاد الأوروبي رفض طبعا لان ده مش من قواعد اللعبة ان الاتحاد الأوروبي أصر او جماهير رينجرز او نادي رينجرز كان مصر يعزف السلام الملك البريطاني في مباراتهم النهاردة اللي كانت قدام نابولي الاتحاد الأوروبي رفض وأصر ونرجع بس ليه الفيديو الخاص بجماهير رينجرز لان طبعا عملوا دخلة بالعالم البريطاني وبيعلنوا طبعا شفنا صورة الملكة نازلة افتفو فبيعلنوا تأييدهم وعزف السلام رغم ان اما ممكن يكونوا يتوقع عليهم عقوبات الناحية التانية بقى جماهير سلتك مختلفة تماما جماهير سلتك جماهير رفض القومية البريطانية رفض التاج وعايزها تستقل وهي أكتر جماهير في العالم بترفع العالم الفلسطيني كنوع من أنواع الدعم لفلسطين في قضيتها وكمان نوع من أنواع الاحتجاج على المواقف البريطانية السياسية على المدار تاريخ فطبعا ده الاختلاف وجماهير سلتك صفرت النهاردة في مباراتها عملت صفرات استهجان على السلام الملكي البريطاني ودقيقة الحداد اهم عزفوش السلام لكن كان فيه دقيقة احداد عزفوا صفرات الاستهجان مين بقى أشهر جماهير في أوروبا أو في انجلترا تحديدا عندها عداوة مع التاج الملكي البريطاني ليفر بول جماهير ليفر بول من بداية تأسيس النادي لحد النهاردة جماهير ليفر بول بترفض تماما اي اجراءات بروتوكولية فيها تأييد او احتفاء بالتاج الملك او بالملك قد لهم كانوا رفضين الاجازة الاسبوع الاجازة او الزبط كانوا رفضين وعملوا صفرات استهجان مبارح وقفت الدقيقة الحداد في مباراة ايكس ومن اشهر يعني المواقف اللي قرأته مؤردي من زمان حاسين انه هم ولاية او مدينة مهمشة بالنسبة ليه الملك البرطول رغم ان انها مدينة صناعية وبتساهم بجزء كبير في اقتصاد بريطانيا ليفر بول لكن حسة هيلس برول اللي كان السنة ال89 كانت مباراة طبعا في نصف نائكس الاتحاد الانجليزي بين ليفر بول ونوتنجان فورست مات ساعتها 96 واحد كان كلهم تقريبا من جماهير ليفر بول و770 اصابة التعامل الحكومي ساعتها من جانب بريطانيا ومن جانب الملكة ومن جانب الحكومة بالنسبة لهم كانت تعامل سيئ جدا وحسوا انه او مرجاش وحسوا انه كان فيه تأثير في اجراءات الامن وغيره 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 وبالتالي تعتبر ليفر بول وجماهير سيلتك من اكتر الجماهير المعادية وده اللي كان عامل لنا المشهد اللي كان غريب شوية فيه مبالغة او في التفاصيل اه طبعا قوي طبعا طبعا الموضوع وبعدت تاج البرطانيا انا اكتشفت فيه دول غريبة جدا اتحاد الكومان ويلس اه ده طبعا بعيدا بطبعا فيه كندا واستراليا اللي الدول عجيبة جدا اه بس بس مملكة بريطانيا اللي هي تحت التاج اهم اربعة اللي هو انجلترا وويلز وسكوتلندا وارلندا الشمالية اه ايرلندا الشمالية بصد ده فيهو من نيوزولندا وقالك فيهو جزر البهاما ومعنا في الجمايق اه ما هي ديل لو تلاحظ كل دول في العالم بتاعهم جزء كده من العالم بيبقى فيه عالم بريطانيا في جزء من العالم طب احنا لازم نخطب بس اقول حكاية منتخب اكوادور اه طبعا انت يعني حضرتك فتحت صحف الانجليزي مارتن فتح بس هو توقع انه مش هيستبع اه هو طبعا لسه الموضوع وكلامه لوجيك يعني بقولك ان الولد ده اتعمله جوازه وصغير والاتحاد الاكوادوري بلوش زم الفيصل في الموضوع هيكون هل الاتحاد الاكوادوري كان على علم ان الولد ده اتعمله جواز صفر بخلاف الجواز الاصلي بتاعه ولا لا يعني لو كان موضوع مضبر من الاتحاد الاكوادوري وكان عارف طبعا دي الفيديو فيه الاوراق وكل اوراق الجنسية وما يثبت انه كان اصله مولود في كلومبيا وفي اختلاف حتى في تاريخ الميلاد يعني هو اصلا من موليد 95 الجواز الصفر بتاعه اتعمل انه من موليد 98 القصة هيتم المفترض البت فيها غالبا في بكرة في اجتماع لجنة الطوارئ في الاتحاد الدولي الفكرة في الموضوع او الصعوبة في الموضوع ان احنا قريبين من كاس العالم تبتكلم في شهرين تقريبا وكوادور هتلعب مباراة لافتتاح كمان فبتجيب مين ويدخل امتى وهل هتغير في شكل المجموعات طب هتجيب الخامس طب الخامس بتاع امريكا الجنوية بيرو لعب مباراة ملحق مع استراليا وخسر واللي اصلا اصار الموضوع والمشكلة كانت معاها تشيلي فهل هتجيب تشيلي السابع ولا بيرو الخامس ولا هتجيب كولومبيا السادس اللي بلد الولد الاصلية بالمناسبة ولا بقى هتجيب الاعلى في التصنيف ايطاليا او سنقال ما انت تفرج عامل يجيب مصر او نجيب مصر مغلابة يعني وزعيننا والله يعني فأتمنى ان الموضوع يعني يمشي كده في سكة انت مارتن لما جبنيه توقع انه مش يحصل تغير انا حاسس ان ان الاكوادور هتكمل انت متوقع ايه حاسس ان الاكوادور هتستبعد انا حاسس انها هتكمل طيب لانا فيش وقت للاستبعد هي ودي المشكلة الوحيدة في الموضوع ان فعلا هتبوز كل كان في كلام ان يساعدوا انجلترا من تحت من المجموعة اللي تحت بتوصعد هي المجموعة واللي هيجيبوه من بره يدخل المجموعة التانية صعب جدا لان كل الناس راتبت نفسها على الوضع القائد في كل حاجة بالضبط طب اقول الفانتازي قبل ما نختم الفانتازي متوقف يا نفس نتيجة الاسبوع اللي فات فما فيش وفات الملكة الازابيس الثانية وقف لنا الفانتازي حتى الفانتازي بتاع الازابيس يعني استعدوا للجولة الجاية بقى ان شاء الله جماعة بإذن الله علشان نعلن اسماء المتقدمين ودي الحديد انا مشكولك شكرا جزيلا شكرا جزيلا كده احنا وصلنا لنهاية حرقة النهاردة بكرة ان شاء الله ذا كان لنا عمري في تمام الحديد عشر مساء حلقة جديدة من بوكس تو بوكس الى اللقاء